صباح الخير عليك منا وعليك أحمد وعلى مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان مازلنا بالفعل في هذه المتابعة الحية والمباشرة لما يتم داخل أروقة هذا الحدث الأممي الهام مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ والتي انطلقت في السادس من هذا الشهر وتستمر معنا هذه الفعليات حتى الثامن عشر من هذا الشهر لو تحدثنا عن أجندة هذا اليوم فاليوم هو يوم التمويل التمويل الذي نتحدث عنه جميعا ويجب على الدول التي قامت بتعهدات في الأوقات السابقة وفي الدورات السابقة بالوفاء بعهودها فيما تعلق بالمئة مليار دولار هذا المبلغ الذي يعد كافيا لتجاوز التغيرات المناخية والتأثيرات التي حدثت للدول النامية من قبل الدول الصناعية الكبرى مصر تضع على أجندتها هذه التعهدات وقمة التنفيذ واليوم هو يوم التمويل سيتم مناقشة هذا البند الهام من خلال ثلاث موائد مستديرة المائدة الأولى تتضمن التكيف التكيف والاستجابة وترق الاستجابة والتكيف ومائدة ثانية تتعلق بالتخفيف التخفيف من حدة هذه التغيرات المناخية ولدينا أيضا مائدة ثالثة هي تتعلق بوسائل الدعم والتنفيذ لدينا بعض الجلسات وبعض الفعاليات رفيعة المستوى والتي تتناول أيضا قضية تمويل المناخ لدينا أيضا بعض الفعاليات التي تتناول المصارات المؤدية لتخفيف الانبعاثات الخاصة بالغازات الدفينة يعني لو تحدثنا عن هذه الجلسات والتي ستتناول هذا اليوم على مدار اليوم منذ الساعة العاشرة صباحا ستبدأ هذه الفعاليات وهذه الموائد المستديرة التي تتناول بند التمويل هذا البند الهام لو تحدثنا عن ما جرى أمس من فعليات فيما يتعلق بالشق الرئاسي وكما تبعنا منذ قليل تصريحات السيد الرئيس فيما يتعلق بقمة رؤساء تنصيق مبادرة الشرق الأوسط والشرق المتوسط تبعنا هذه القمة والتي كانت بها تصريحات قوية لسيادة الرئيس وتأتي في إطار هذه القمة وتحت هذا الشعار معا للتنفيذ أيضا تابعنا إعلان سيد سامح شكري رئيس هذه الدورة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ إطلاق أجندة التكيف وهذه الأجندة التي تتعلق بقواعد وإجراءات الصمود لأربعة مليارات شخص حول العالم في إطار المجتمعات التي تتعرض وتتأثر أكثر بهذه التغيرات المناخية أيضا كان لدينا عدد من الفعاليات التي تجرى داخل هذه المنطقة الزرقاء ولكن بعيدا عن الشقة الرئاسية هذا هو ما يتعلق بالشقة الحكومي كان هناك في الجناح المصري هذا الجناح الذي تناول وشاهد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عدد من الاتفاقيات في إطار جهود مصر وإطلاق مصر لعدد من المبادرات في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحضر للأغدر وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية تم توقيع عدد من الاتفاقيات بحضور ممثلين من المنظمات المختلفة ووزراء الحكومة هذه التوقيع أو هذه الاتفاقيات تمت في إطار برنامج ومنصة نوفي ونوفي بلاس وهذه المنصة هي المتعلقة بتمويل وفتح مشاريع جديدة مشاريع وطنية خضراء وفي قطاعات هذه المبادرة في قطاعات النقل وأيضا الزراعة والكهرباء وغيرها عدد كبير من المبادرات وتمت بحضور عدد كبير من الوزراء والمشاركين رفيعي المستوى وكان هذا مساء يوم أمس أيضا لدينا ما حدث في أروقت المنطقة الخضراء فيما يتعلق بإطلاق منتدى شباب العالم ولكن في إطار مؤتمر المناخ تتناول بعض الجلسات وبعض الفعليات التي تتم في المنطقة الخضراء وتحديدا بالمصرح الروماني تتناول محادثات حول التغيرات المناخية كيف يمكن التصدي لهذا الأمر في إطار المجتمعات المدنية ومنظمات التي تتعلق بالتغيرات المناخية اليوم جدوى الحافل في إطار هذا البند بند التمويل وسنتابع معكم على مدار هذا اليوم هذه الجلسات والمؤتمرات الصحفية التي تعقد في هذا الصدد والكلمة تعود إليك من مرة أخرى